شو هو الفرح؟ ولا يقلوا أهمية كبيرة بحياتنا؟ أسئلة منفكرة سهلة لكن منا سهلة لأن طبيعة الفرح منا سطحية هل الحياة بتعطينا فرح؟ أم نحن لازم نعطي مطرح للفرح بقلوبنا؟ شو هي أعمدة الفرح يلي ما بتوقع؟ كل الأجوبي بلا قيود تابعوني تحية محبي باعتقد أكتر تجارة مربحة اليوم بالعالم كله هي تجارة السعادة كل شي حولنا بيحاول يبيعنا سعادة وفرح لأنه كلنا مستعدين نفتش عن الفرح حتى بالمطارح والإشياء يلي العاقل ما بيقدر يتخيلها الإنسان مستعد يدفع كل حياته ثمن لحظة سعادة ولو سعادة كذابة هيدا هو الإدمان على المخدرات وعلى الكحول الفرح الضايع هو يلي بيخلي الحبوب المهدئة للأعصاب أكتر دوابين بيع بالصيدلية اليوم لأنه الفرح لما بيضيع بيفرغ النفس من كل شي تاني تحتاجه النفس حتى تقدر تتحمل الحياة لما بيضيع الفرح بيضيع السلام وبيضيع الحب وبتفرغ الحياة من القوة وما بيعود لها معنا شاكسبير كتب أصعب شي بالحياة أنه تنظر الفرح من خلال عيون الناس يعني تشوف الناس فرحنين وإنت ما عندك فرح فقدان الفرح أصعب من الفقر وأصعب من العازي القديس أغسطين كتب من دون أي استثناء كل الناس بيعملوا المستحيل حتى يوصلوا للهدف نفسه الفرح ليه كلنا بدنا فرح؟ بعتقد السؤال صعب كتير أنه نجاوب عليه الأصعب بعتقد هو أنه نعرف شو هو الفرح؟ ليه من بعد قعدة حلوة مع أصدقائنا من حسب الفرح؟ ليه بعد وجبة هنية من حسب الفرح؟ إذا نمت ساعة بتقوم فرحان لكن لساعة إذا رحت رحلة بترجع فرحان لكن لكام يوم وإذا ورست حتى الثروة بتفرح لكن أنا بعتقد مش أكتر من سنة ليه عمر الفرح أصير؟ فيلسوف الداني ماركي سورين كيرغارد كتب صار معي أمر رائع واختطفت على السماء السابعة ووقفت قدامي لقالها وقالوا لي وهبناك نعمة أنه تطلب يلي بدك يا أي شيء بتتمنى رح تحصل عليه لكن فيك تطلب طلب واحد شو بتتمنى؟ قوي مال شباب دايم جمال عمر طويل أجمل إمرأة بالوجود شو بتتمنى؟ قال يلي بطلبه هو إنه الضحكة تكون رفقتي كل الوقت That laughter might always be at my side ليه فيلسوف يعتبر أبو الوجدي يعني الفيلسوف يلي طرح أهم أسئلة عن قيمة وجود الإنسان وكيف الإنسان فيه يعيش وجود صادق ويعيش حقيقة ذاته؟ لا ما بده شيء من الحياة إلا ضحكة كيرتجارد كان بيه أهم أغنياء كوبنهاجن بوقتها وكان هو من المثقفين والمبدعين مؤمن مفكر مبدع ولهوتي كان عنده كل شيء أي إنسان بيتمنى لكن تربى بيبات كئيب ما في مطرح للضحكة مع باي ما بيعرف إلا الخوف والتشاؤم وورد من بايه هيدل كأهبي إذا ملكنا كل شيء بالوجود وما عندنا فرح ما عندك فرح؟ أنت إنسان أكتر إنسان محتاج معوز وبائس كتار مننا بيوقفوا فرحهم بيأجلوا الفرح ناطرين حتى أحوالهم المادية تتحسن كل لحظة من عمرنا بتروح الموت بياخدها وما بيعود فينا نطالبه يرجع لنا الوقت الضايع والفرح منه محتاج لأي مادة أو مساعدة خارجية حتى ينمى الفرح بيتشكل من خامة القلب نفسه وأفكارنا هي يلي بتأتل فرحنا الكتاب لم أدس بيعلمنا كل أيام الحزين شقية أما طيب القلب فواليمة دائمة خلينا ننتبه مش كل أيام الفقير شقية لكن كل أيام الحزين شقية وأكتر أحزاننا هي من صناعة مشاعرنا وأفكارنا أكتر أحزاننا نحن من فابريكا ما قلها سبب ما قلها سبب ما فينا نعالجه على الأقل أما طيب القلب فواليمة دائمة الواليمة دائما ترتبط بالمناسبات السعيدة الكبيرة لكن الكتاب لم أدس بيقول مش الولايم بتجيب الفرح لكن القلب الطيب هو الواليمة دائمة والطيب هون مش بيتعلق بالأعمال الصالحة يلي بنعملها لكن معنى طيب القلب هون إنه توسع مطرح للفرح بقلبك شو ما كانت ظروف حياتك مرات بيصير قلبنا خليني قول خليني شبهه مثل الأبو الأبو يلي كل الإشياء فيه مكسرة وكل شيء مكسر ما نحطه فيه وما بيعود فينا نستخدمه ولا لأي شيء ما بيعود فينا نحط فيه أي شيء جديد حتى ما بيعود فينا أشعة الشمس ما بتعود تدخله قد ما حطين فيه إشياء مسكرة وملبة دي قل له يا رب خليني اتذكر دائما وسع مطرح للفرح بقلبي خلي تكون هايدي صلاتي يا رب خليني اتذكر أنه وسع مطرح للفرح بقلبي كل وقت هايدي كمان وصية إلنا افرحوا كل حين هايدي وصية من الكتاب المقدس الفرح هو حياة النفس وحياة الجسد القلب الفرحان يطيب الجسم والروح المنصحقة تجفف العظم انسحاء الروح بيوصل لعظمنا حتى العظم بيموت شو هو الشيء اللي بيسحق الروح؟ موت الفرح والفرح لما بيموت بيموت معه الرجاة الأمل وبيموت معه الشعور بالرضا ما فيكون عنا شعور بالرضا إذا مش فرحنين ما عنا سلام إذا مش فرحنين وحتى المحبة بتموت لما بيموت الفرح ما بتعود المحبة تقدر تعمل أعمالها قوية أعمالها يلي بتشفي إذا ما عملنا مطرح للفرح بحياتنا بعتقد كل إنسان واعي ناضج اختبر الحياة بيعرف انه الفرح والسلام والمحبة والرجا خليني يقول هني عدة الحياة باكتج واحدة هني الركايز الأعمدة يلي بتوقف عليهم الحياة واحد منهم بيسند الكل واحد منهم يوقع بيوقع الكل لكن كمان مرة شو هو الفرح نحن بنشوف الفرح إنه شعور عميق بالسرور ومشاعر بهجة لكن بعتقد أكتر تعريف صحيح للفرح إنه الفرح هو شعور بالاكتفاء الكامل والرضا ما إني محتاج أي شي تاني أنا مكتفي مئة بالمئة ما في أي شي تاني بالوجود بدي إياه ما في شي بيقدر يزيد على امتلاء قلبي حتى بالوقت يلي فيه إشية ناقصتني فيه شبع المرنم بيحكي عن هيدا الشبع تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع صرور في يمينك نعم إلى الأبد شبع الصرور بيجي من معرفة طريق الحياة عارف حالي وين رايح عارف مصيري عارف الطريق لي لأنك يا رب حاضر معي يا روح القوة الله روح القوة روح المعرفة روح الحكمة وروح الخير حاضر معي تعرفني سبيل الحياة بمحضرك وين أنت موجود بكل طريق حياتي في شبع صرور لأنه بييد الرب نعم بركات أبدية لما أمر بيتعثر في نعمة بترفعني لما بابي بيتسكر النعمة بتفتح بابي جديد لما الأزمة بتجي محبة الله وصلاحه بيذكروني أنه أنا مش وحدة كل مشكلة في قبالها نعمة وعندي مصادر كتير بحياتي إلى الأبد شبع صرور تعودنا نحن أنه نربط فرحنا بتجارب عابري حدا منحبه مريض منقله إذا بتقوم بالسلامة ما بيعد بدي شي من الحياة فرحي بيكمل لما بتقوم بالسلامة وبيقوم بالسلامة ويمكن بعد شهر أو أقل من شهرة تقل له يا رايتك ما خلقت أفرحنا لحظات لأنه منربطها بمناسبات ورغبات واحتياجات بتروحه بتجي حسب مزاجنا وأفكارنا عيد عرس زواج مشروع ناجح لهيك لما بنكون بظروف صعبة بتضيع كل السعادة وكل الفرح بيتبخر لأنه ما بناخد يلي بدنا إياه بنشعر بالبؤس إذا مرة واحدة ما أخدنا يلي بدنا إياه بنشعر بالبؤس لما بنخسر يلي عن إياه شو ما كان نوع الخسارة بنشعر أنه الكون كله انتها ما في محل الفرح ويمكن ما نتعزك لحياتنا الأشياء يلي بتتحكم بأفراحنا هي يلي بتشكل أفكارنا عن الفرح وشي كتير صعب أنه تكون الأشياء أو الناس هني يلي بيقدروا يحركوا فرحنا متل ما بدون لكن لما المعرفين معرفة الحق معرفة الله هي يلي بتسكن قلوبنا الروح القدس بيرتب قلوبنا كلها كل فكرة مشوشة بيعطينا قبالة حكمي كل خوف بيعطيه حجمه هيدا عمل الروح القدس روح الخير بحياتنا أنه يعطي الخوف حجمه حتى ما يغطي على كل حياتنا حتى نظل نقدر نشوف الأمل لما بترتبط أفراحنا بإشياء خارجية برات مقلة علاقة بنفسنا أول فكرة فوضوية بتجي على راسنا أول شعور ما منقدر نفهمه أو ما منقدر نفسره أول رغبة ما فينا نحققها مع أول شك مع أول انتكاسة بنتعرض لها بأي طريق نحن ماشيين فيها الفرح بينهار الفرح الحقيقي بيبدأ من التزام يعني خيار أرار التزام واعي بالإمتنان والاكتفاء بكل الظروف الإمتنان الشكر بيرجع بيوجه انتباهنا للإشياء يلي عنا إياها ومنكون ناسينا وهاملينا هيدا الشكر بيخلق بقلوبنا فرح أنه فيه خير وبيعطينا ثقة وبيعطينا قوة حتى نقدر نواجه الأزمة أو المشكلة يلي نحن فيه هيدا عمل الشكر يذكرنا يوجه انتباهنا يوعي القوية اللي جوابنا بكتابه فاجأني الفرح دايما بيحكي عنه هيدا الكتاب لأنه من أجمل الكتب بالنسبة لأي أنا بيقول الكاتب والمفاكر المسيحي سي أس لويس تبين لي أنه الفرح بحد ذاته كحدث بالذهن تبهو بيقول الفرح هو حدث بالذهن ما قلو قيمي أبدا كل قيمة الفرح هي بالشي يلي الفرح عم بيحاول يدلني علي الفرح كان قلو قيمي بس لأنه كان عم بيدلني على شي تاني شي غير الفرح شي خارج الفرح نفسه كان عندي حيري بيقول سي أس لويس شو هو هالشي يلي عم بيحاول الفرح يدلني علي لكن كنت واثق أنه مش الفرح عم بيدلني على نفسه الفرح ما عم بيدلني على نفسه الفرح إشارة وبيقول لما منكون ضايعين بالغابة الكثيفة أعظم شي هو أنه نشوف إشارة بتقلنا من وين الطريق أو هون الطريق وكلنا منوقف نتفرج بفرح على الإشارة لكن لما منلاقي الطريق وكلمي اللي منمرق على إشارات جديدة بتقلنا هون الطريق أو من هون الطريق ما منعود نوقف ونتطلع على الإشارات الفرح منه الحدث ومنه الغاية منه رغبة القلب الحقيقية الفرح هو المؤشر أو الإشارة على الطريق لوجود سبب حقيقي للفرح وهو الله الفرح بيدلنا على وجود شي أكبر منه وهو الله اكتشاف سر الفرح الحقيقي هو اللي خلى مفكر كان ملحد مثل سي أس لويس يتحول لمؤمن ويصير من أكتر المفكرين المدافعين عن المسيحيين هيدا عمل الفرح رغبة القلب الحقيقي هي اتحاد دايم بمصدر الفرح الله اللي كتاب المقدس بيعلمنا الفرح كعائدة مش شعور أو إحساس عابرين الفرح عائدة العائدة المسيحية يلي بتعني دراسة طبيعة الله وركيز الإيمان المسيحي بتخلينا نشوف أنه الفرح هو ركيزة من ركيز الإيمان المسيحي الفرح هو أنه نقامن ونوثق ونصدق أنه الله ماشي معنا الله موجود بقربنا مع أنه عم نتصارع مع الحياة ومع أنه كل الطريق عم نتجادل مع الله حول أمور الحياة لكن هيدا هو الفرح تقتنا أنه الله ماشي معنا بالحياة القديس أوسطين بيقول كمان أنه محبة الله لما بقول أنا بحب الله هي حركة النفس نحو الفرح بالله لأجل ذاته محبة الله لما بقول أنا بحب الله هي الفرح بنفسي أنه أفرح بنفسي وأفرح بالقريب لأجل الله بالكتاب المقدس في 155 آية عن الفرح بالعهد القديم منشوف أنه الفرح بيرتبط بالخيارات اليومية والأحداث اليومية اللي بيعملها الإنسان بالعلاقات بالزواج بالأعياد بالأولاد بالمواسم بالانتصار على الأعداء بالإنجازات بالغنى يعبيس بالعهد القديم طلب من الله أنه يوسع تخومه الله عطاه عطاه غنى لا يعبيس الله أنه الشر ما يتعبه وما يغلبه والله عطاه حتى الشر ما يغلبه ومنشوف أنه الفرح كمان بيرتبط بأمانة مواعيد الله بالعهد القديم حولت نوحي إلى رقص حلالت مسحي ومنطقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك منشوف كمان أنه الفرح بالعهد القديم هو تجاوب النفس مع كلمة الله بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى بالعهد الجديد الرب يسوع شارك بالأفراح الحياتية الأفراح اليومية للناس بعرس أنا الجليل الرب يسوع كان حاضر وعمل معجزة لأجل المجتمعين بفرح لكن بالعهد الجديد كمان نبدأ نشوف لأول مرة أنه الفرح ما فيكون مفصول عن المعاناة المعاناة هي الجزء خلينيقول من الـ DNA من الحمض النووي للحياة وما فينا نفصل المعاناة عن الحياة وما فينا نفصل المعاناة عن الفرح رب يسوع أنت علمت لميزو عن الفرح الكامل أو اكتمال الفرح قبل الصليب مباشرة فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم فرحنا الكامل هو أنه دايما ننشوف الصورة الأكبر للأمور ما نغرأ بالتفاصيل الصغيرة والأمور العابرة وننسى أنه نحن مسكنين بقوة أبدية ممسكين بقدرة أعظم من كل قدرة أعظم من كل قدرة الشر هي قدرة المحبة وقدرة الخير وقدرة السلام المسيح كلمنا بكل أمور الحياة الصعبة حتى بوقت الحزن يكون عندنا دايما رجع ويكون فرحنا كامل ولا ينزع أحد فرحكم منكم هيدا خيار نحن نختاره أما أنه نتخلى عن فرحنا أو نخلي دايما مطرح للفرح لأنه شايفين الصورة الكبيرة بالعهد الجديد كمان بنبدأ نشوف الفرح الواقعي يعني الفرح الواقعي دايما مرتبط بالتجارب والمعاناة والاتحاد خاصة بحياة المؤمن الناضج المؤمن الناضج يعني لما الإنسان بيبدأ يتواجه مع الحياة وصعوباتها ويبدأ يشوف حقيقة الحياة وبيصير التحدي الكبير بحياة المؤمن كيف فينا نطبق تعليم الكتاب المقدس بكل وقت؟ هيدا هو أكبر تحدي أدام المؤمن وإدام فرح المؤمن وإدام المحبة وإدام السلام كيف فينا نطبق تعليم المسيح كل وقت؟ لما منواجه الخوف والألم والمعارضة العاطفية شو ما كانت والمصاعب المادية والشك والخسارة كيف فينا نظل نعيش؟ بحسب تعليم الإنجيل ومن هون تعليم الرسل بوحي الروح الأدس احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا امتحان إيمانكم ما بيعني الله عم يمتحن إيماني الله ما بيمتحن إيماننا لكن التجربة الصعوبة المشكلة هي اللي بتمتحن إيماننا وقدرتنا أنه نعيش بالإيمان بكل ظروفنا لما بترك مطرح للفرح بقلبي رغم التجارب بقدر أعيش الإيمان كل وقت لكن كيف فيه اترك دايما مطرح للفرح بقلبي؟ أول شيء افهم طبيعة الخوف تحتى اقدر اترك مطرح للفرح لازم افهم طبيعة الخوف وتاني شيء اتعلم القبول اقبل يلي صار معي اقبل وضعي بأي ظرف بأي وقت اتعلم طبيعة الخوف واتعلم القبول والتسليم الخوف بيخلينا نتخيل الأشياء أفضع وأكبر بكتير من حجمها شبح الهواجس يلي بيضل مخيم على أفكارنا معظمه من الخيال بدل منعاني بخيالنا وأفكارنا لازم نبقى بأرض الواقع بالمباشر ومنشوف أنه دايما حجم المشكلة أصغر بكتير من حجم خيالاتنا خلينا بالوقت الحاضر لما بكل لحظة بنتذكر أنه روح الله عم يشتغل فينا وأنه عنا قوي وعنا مصادر النتيجة تلقائية لامتلائنا من الروح القدس هي فرح سلام هيدا هو ثمر الروح محبي فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان مش غضب ورعب وذعر وتشوش واتراب وفوضى هيدا مش عمل روح الله فينا هيدا عمل الخوف هيدا السلام والفرح بيرتكز على حقيقة أنه المؤمن بوسط كل المصاعب والمعاناة بيقدر يشوف البلوي بعين المستقبل أو من منظر أنه بالمسيح أنا دائما منتصر لأنه أحبني وبيقدر ما بيعطيني محبي أنا بقدر اترك مطرح للفرح بقلبي لأنه واثق أنه أنا مش وحدي افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر اللي تعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقد يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع لما منحط الفرح قبل كل شيء قدام كل هم الروح القدس بيقودنا للسلام بالمسيح يعني للهدوء والطمأنين بيهدي خوفنا بيعطينا قدرة القبول من دون ما نفقد توازننا وحكمتنا وقوتنا النقطة التانية شو هي؟ حتى أقدر أترك مطرح للفرح بقلبي أني اتقبل الصعوبات ما ضلني هربان منها ورافضها ومفكر أنه ما في عدل ومش لازم أنا أحمل أي صعوبات وحياتي لازم تكون أفضل من هيك حيات الناس كله فيها صعوبات القبول قبول الأوقات الصعبة ما بيعني أنه أنا أقبل المعانات واستسلم للمعانات لكن القبول بيعني أنه ما بيعني أنه أتخلى عن قوتي لصالح الصعوبة وأقبل أنه أنا انهزمت لكن القبول هو أنه وكأنه أنا عم بعمل معاهدة مع المشكل أو عم وافق على العمل مع المشكل أو من خلال المشكل اقبل هيدا هو القول اقبل انه اعمل افضل شي فيه اعمل بهيدا الوقت الصعب هيدا تسليم لكن منه شلل وهذين الفرح بيموت لما نحنا بنرفض نقبل يلي صار معنا والفرح ما بيعود يلاقي مطرح لما كل عقلنا بيكون مشغول بالحزن ومخيلتنا مشغولة بالخوف ولما منبالغ بشعورنا بالاخسارة لما عقلنا بيصطدم مع الغضب مع المشاعر السلبية مش لازم نسمح للغضب والمشاعر السلبية انه يقو علينا لازم نعطي مكان للفرح لانه الفرح بيصلح حالتنا الذهنية بيرجع لنا توازننا بيرجع التوازن لحالة قلوبنا الاستسلام للتشاؤم والخوف بيزيد مشاكلنا ما بيعود يخلينا نفرح بالحاضر وما منعود حتى موجودين ونشوف يلي قدامنا ما بيعود فينا نفرح الايمان بيعلمنا انه نشوف بعين الثقة مش بعين الخوف منتخلص من الخوف لما منتخلص من الافكار الكذابة يلي بيخلقها الخوف فينا الافكار المبالغة الضخمة يلي ما الا وجود على ارض الواقع في شي رح يصير رح يصير ورح يكون مرعب ولما العقل بيرتعب بيخلينا نعمل كل شي غلط وبعكس ما بدنا لما منتذكر نسلك ونتصرف كمفديين مش بس نحكي كمفديين روح الخوف ما بيعود يتصلت علينا لما منتحرر من روح الخوف ومنقبل انه بالوقت الصعب الله معنا منغلب روح الشر نفسه مش بس روح الخوف روح الشر منغلبه وروح الفرح بيقدر يلاقي مطرح بنفسنا وببيوتنا القلب يلي بيضبطه فكر الله بيقدر يضبط الفرح جواته الحق عنده سلطان وبيقدر يحط حدود الحقيقة بتحط حدود بتحط حدود للخوف بتحط حدود للشر حتى ما يمدوا ايدهم على سلام المؤمن وفرحه لكن لازم نتمسك بالحقيقة لهيك افرح المؤمن الحقيقي ما نظارة للناس ما بيعرفوا سره ولهيك لما المؤمن بيفقد فرحه اول شي الناس بيشكوا فيه هو ايمانك بيقولوا لوين ايمانك احزان المؤمن ما فيها يأس وما فيها ضيع خليني اختم شوي بالركايز اللي فينا نبني عليها فرح ما في شي بيقدر يدمره كلمة انجيل بتعني الخبر الطيب الرب يسوع بعلمنا وبيدعينا انه نشوف المستقبل كوقت للفرح حتى نقدر نتحمل الوقت الصعب يعني بيدعينا نتذكر بوقت التجارب انه الجسد ضعيف وما فينا نمشي وراه اما الروح فنشيد فنكون دايما نشيدين بارواحنا تكون افكارنا منقاضي دايما بروح القوي روح النضج روح المحبة روح الرجا هيدا هو نشاط الروح انه نستبدل الافكار اللي بتجي من ضعف جسدنا ورغباتنا بافكار صالحة قوية ثابتة لهيك اول ركيز للفرح هي الايمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه المسيح المقام من الموت يلي هو اساس رجاء حياتنا ومجدنا المسيح ما انه مسألة نقاش لهوتي او تنظيرات فلسفية المسيح ما انه مشروع روحي منشتغل فيه نص دوام بوقت الصلاة وبالكنيسة ويوم الاحد ولا المسيح هو ملجأنا الاخير لما تفشل كل جهودنا المسيح هو اساس هوية المؤمن ومن دون قيامة المسيح الحياة كلها حلقات مفككة ما الا ايمي ما الا معنى لانه نهايتها الفناء ولا شيء الايمان بيثبت هويتنا بيصير اهم اهم شيء بوجودنا لهيك الانسان بقدم حياته مقابل وطنه بعض الناس بينتحروا لانه مش قادرين يلاقوا شيء بالحياة بيستحق انه يعيشوا كرميله هيدا هو المبدأ يلي بيعكسوا الموت عن النفس بالمسيحي نشوف نفسنا من خلال المسيح المنتصر من خلال الله يلي هو اكبر منا لما نطلع كل الوقت على نفسنا ما منشوف الى الفراغ والخوف وغياب المعنى لكن لما منطلع عليها من خلال الايمان منشوف حالنا جزء من حياة الله بالعالم وبالاخرين جزء من هيدا الحياة الشامل ركيزة الفرح التاني هي الرجاء الرجاء هو المضاد الحيوي الوحيد يلي بيحط حد للخوف حتى ما يبلعنا لما منحس انه كل شيء حولنا عم بيقول مستحيل الرجاء بيكون عم بيقلنا ممكن والممكن ما بيموت الرجاء بيخلينا نوقف نفتش نفتح سمعنا نفتح عيوننا نفتح قلبنا نفتح نفسنا ولما منفتح بوجه الله والحياة لانه عنا رجاء الحياة إلها ألف سبب وألف طريقة حتى تفاجئنا بالخير فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكرون يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المذاود إني أبتهش بالرب وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي ركيزة تانية من ركيز الفرحي المحبي لأنه المحبي لا تسقط قلبنا دايما بيفتح عن المحبي ما بيسكت ودايما بيحاول يلاقي سبب حتى يحب وبيلاقي سبب حتى يوسق بالمحبي لكن لازم نحط أفكارنا بخدمة المحبي مش بخدمة الكره والشك والخوف فينا نقرر نحب نفسنا ونحب الحياة بالعمل في محبي للحياة ولا نفسنا العمل بيخلق فينا فرح العطاء والمشاركة والخدمة لما منحس أنه عم نعطي شيء قد ما يكون صغير بالحياة منحس أنه إلنا الدور وهي دا بيحرك فينا روح الحب لكل شيء وروح المحبي بتوسع قلوبنا وبتمسع مدى حياتنا وبتوسع مطارح كتير للفرح لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا الاكتفاء كمان هو ركيزي من ركيز الفرح هو شعور بالشبع وكل شبع بيرافقه فرح مش كثير مننا مكتفيين بحياتهم دايماً بدنا أكتر من الأشياء اللي عنا إياها وأكتر مما نحن محتاجين حتى لكن كلمة الله بتعلمنا نتدرب بالاكتفاء نمارس الشكر والإمتنان بدل التذمر والتملمن ما ننسى صلاح الله باركي يا نفس الرب وما ننسى كل حسنات الرب وأول حسنة رحمة الله فعل محبة الله الذي ينجي من الحفرة حياتك وحياتك الإمتنان بيوقف في وجه التعب والخوف حتى ما يسكروا طريق الفرح بالإمتنان الفرح بيرجع يعرف طريقه على قلوبنا الإيمان الرجاء المحبة الإكتفاء هن أعمدة الفرح الدايم وكلهم جايين من نعمة الرب ما في إلهم ولا أي مصدر خارجي هودي عطايا النعمة وما فينا نلاقيهم بأي شي برات قلوبنا طلوب اليوم من الرب وطلوب منه أنه يعطيكم تكونوا شمعة فرح بكل وقت ببيوتكم بكنيسكم بمكان عملكم وبمجتمحكم ترجمة نانسي قنقر